تعتبر جمهورية فرنسا واحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العالم حيث تجمع بين تاريخ غني وتنوع ثقافي مذهل ومشاهد طبيعية خلابة تقع في قلب أوروبا وتشترك في حدودها مع العديد من الدول وتعتبر باريس عاصمتها وأكبر مدينة فيها التاريخ والثقافة يعود تاريخ فرنسا إلى آلاف السنين حيث شهدت المنطقة استعمارا وهجرات وغزوات مما أثر على تكوينها الثقافي الفريد عرفت فرنسا عصورا مختلفة مثل العصور الوسطى وعصر النهضة والثورة الفرنسية التي أثرت على العالم بأسره تتميز العاصمة باريس بمعالمها التاريخية البارزة مثل بورج إيفل وكاتدرائية نوتردام واللوفر والتي تعكس تطور الثقافة والفن عبر العصور تعتبر اللغة الفرنسية جزءا مهما من الهوية الوطنية وهي واحدة من أكثر اللغات انتشارا في العالم كما أن الأدب الفرنسية قد أثر بشكل كبير على الأدب العالمي من خلال كتابها المشهورين مثل فيكتور هوغو وجوستاف فلوبير ومارسيل بروست الفن والثقافة تعد فرنسا مركزا عالميا للفن والثقافة تمتاز بالعديد من المتاحف والمعارض الفنية الرائعة مثل متحف اللوفر الذي يحتضن مجموعة غنية من الأعمال الفنية الكلاسيكية والحديثة إلى جانب ذلك تعد باريس موطنا للعديد من دور الأوبرا والمسارح الشهيرة التي تقدم العروض الفنية المتنوعة لا يمكن مناقشة فرنسا دون الحديث عن الطهي الفرنسي الراقي والشهير يعتبر الطهي جزءا لا يتجزأ من الثقافة الفرنسية حيث يشتهر البلد بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والمأكلات الفاخرة من بين أشهر الأطباق الفرنسية الكرواسون والبغرير والأونيون سوب والكوكوفان والراتاتوي والمكارون والكاريم بروليه يعد الطهات الفرنسيون مرجعية عالمية في فنون الطهي الجمال الطبيعي تتميز فرنسا بمشاهدها الطبيعية الخلابة من السواحل الرائعة على البحر الأبيض المتوسط والأطلسي إلى السهول الخضراء والجبال الجذابة في مناطق مثل جبال الألب والأقاليم الجنوبية تعد مناطق الريف الفرنسي مثالية لمحبي الهدوء والاستمتاع بالطبيعة الختام إن فرنسا تمثل واحدة من أكثر الوجهات التي تجمع بين الثقافة والتاريخ والفن والجمال الطبيعي تعكس مدينة الحب باريس جاذبية هذا البلد الرائع وتجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشافها والاستمتاع بما تقدمه